صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بدأت تشهد تواجد تدريجية للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزرات تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية شدد مدبولي على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في تنفيذ هذه المشروعات وأكد مدبولي استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بما في ذلك تنفيذ الشبكات بالحي الحكومي وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف الأعمال الإنشائية بالحي الدبلوماسي ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية فضلا عن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق وموقف مشروعات الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة